بصها كريم موضوع ليه كذا شق الشق الاولاني ان النادي الاهلي ما بقاش قادر يطلع بالكورة من تحت ده رقم واحد فبتلجأ ان انت تلعب الكورة العالية على طهر محمد طهر او عشان الكورة التانية تنزل لبيرستاو طب نسبة ان الكلام ده يحصل بالنسبة صحيحة نسبة قليلة جدا ما حصلتش في الماتشة كله النهاردة غير كورة واحدة بس في الديئة السبعة اللي الاهلي عملها كده غير كده كل الكورة التانية كان بيحصل لها سرميك طب نقول الكورة التانية نزلت وبقت مع النادي الاهلي او النادي الاهلي واخد خد الاستحواز وعاوز يعمل الهجمة لعارف النادي الاهلي يعمل تحول مفيش انسجامة بين الخطوط القدام كل الرهانات اللي خدها مارس الكولر النهاردة كلها ما كانتش صحيحة تعال نشوف انا جايب لك كده وديني وقت عشان نشرح نشوف الكصة او المشكلتين كانوا فيه فاول عطول ديئة من الماتشة او اول خالص النادي الاهلي من اول ديئة كان دايما الاهلي ما بيلعبش من تحت بص هنا مصطفى شوبير نقف بص لاحظة قبل ما البص يتلعب قبل ما البص يتلعب قبل ما الاول خبص بص 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 على سيراميكو البطر بص ضغط ازاي كريم هما بيلعبه اربعة واحد اتنين تلاتة قفلين كل زوايا التمرير على لعبة الاهلي بتوع نص الملعب مساحات كبيرة جدا شاسعة ما بين لعبة النادي الاهلي بص عمر كمال تحت هنا مفروض الكرة تلعب له مصطفى شوبير واخد تعليمات ان الكرة دايما تلعب على طهر عشان الكرة التانية نلعب نلعب الكرة مصطفى شوبير اول كرة في ديئة تلاتة ونص نكمل بقى الحالات نماشي الحالات مصطفى شوبير هيجي هيحضر الكرة هيلعب الكرة على مين يا كريم هيسقط الكرة على طهر محمد طهر عشان طهر يلمس الكرة التانية اللي دايما على طول بالنتياب تروح لعند سيراميكو البطر طيب نكمل بص هنا بقى النادي الاهلي ايه لغاية لما السيروميكا والماتر بيقيت على الكورة الكورة اللي بعدها نفس الكلام برضو في الديئة سبعة واربعين بص دي السيروميكا ضغطوا على مصطفى الشبير العب الكورة العالية هي دي الكورة الوحيدة الصح في المطش كله اللي الاهلي لعبها من تحت طب تعالوا بقى نشوف بعد ما الاهلي خادوا الكورة التحول اخباره ايه قادي امام عشور حالة كتسية جدا النهاردة قادي الكورة طلعت قوت فأول مرة الاهلي يطلع بيها صاحي من الكورة الكورة اللي بعدها نفس الكلام برضو ضغط على مصطفى الشبير ضغط عالي من الكابتن ايمان رمادي الكورة برضو هتوصل لسيروميكا ليوباترا وبعدين النادي الاهلي هيحاول ياخد الكورة التانية على طول رمي ربيع هيطلع كورة بص بقى هنا يا كريم الهجمة تحولت للنادي الاهلي وصلت لامام عشور بصت لحاجة غريبة جدا هتحصل امام عشور هيقف يرجع رجع لأفشا أفشا ياخد الكورة يرجع تاني ويترجع الهجمة كأنها هجمة عادية بعد ما انت كنت رايحة 4 على 4 رجعت تاني كل ده ليه عشان الاهلي عنده فقر كبير جدا في الناحية الهجومية نفس الكلام قادي مصطفى الشبير هتضغط عليه علق الكورة العالية اول ما تضغط الكورة العالية بسهولة جدا وبالمناسبة الكريم ده نسخة طبق الأصل من التسليمة اللي سلمها مارسر كولر وسام ابو علي لحسام عبد جيد المطش اللي فات كل كورة عالية حسام عبد الميجم بيطلع ياخد طب تعال بقى نشوف نادي الأهلة ما بياخد الكورة اللي بيحصل هنا نادي الأهلة هيدور الكورة قادي عمر كمال عبد الواحد بص الاتنين راحين في نفس المكان الكورة قطعت وبعدين الأهلة ياخد الكورة تاني هيحاول يدور الكورة وفيش فايد هنا نفس الكلام اول ما السيراميكا بيضغط على النادي الأهلة قوة كبيرة جدا زي ما كون سيراميكا اللي كان النادي الأهلة النهاردة الأهلة كل اللي بيعملون الأهلة عمال يشتت يطلع الالتحام تنزل الكورة تاني سيراميكا بص بقى هنا يا كريم لحظة قاف هنا بص الكامل عيب من نادي الأهلة بص الزحمة اللي عاملها كابتال أيمن رماد الكورة قطعت وبعدين نادي الأهلة خدها من الضغط وعدم التركيز أكرم توفيق بيدي رجل انفراد قادي الكورة دي كمان كانت كورة خطرة جدا وقام الرجل بتاع سيراميكا وقام تتشاط وتتعمل عليها بلوك تعال نشوف برضو يا كريم الكورة اللي بعدها الأهلي اللي عارف يطلع بالكورة ولا الأهلي عارف يعمل تحول ولا بص كل كورة الأهلي بيطلعها بيديها سيراميكا تاني بص بقى الكورة دي لما تتلعب في الآخر إيه اللي هيحصل كل ده الأهلي بيحاول يجري ورا الكورة هنا هياخد الكورة الرجل الباكليفت بتاع سيراميكا كوليوباترا بص قطعت من النادي أهلي تاني برضو سيراميكا يرجع ياخدها تاني الضغط كله كان بقوته سيراميكا والكورة تحولت دي كانت واحدة من أخطر الهجمات بتاعت سيراميكا كوليوباترا لغاية لما كندوسي هياخد الكورة ولعب واحدة كانت رائعة ولكن قدر مصطفى شبير إنه هو اتفاق بص يا كريم دي أو نص الأهلي بيجري ورا الكورة لغاية لما كورة كتخش جون لولا تقلق مصطفى شبير كورة كمان فائدة كورتين بالزبط نفس الكلام هنا قفشة هيرجع الكورة ليه رامي ربيعة رامي ربيعة هيرجع الكورة ليسر إبراهيم الضغط على يسر إبراهيم يسر مش عارف يعمل ايه هيرجع برضو لمصطفى شبير نادي الأهلي مش لقى ما امام في توقف العب الكورة العالية اتقطعت الكورة العالية كل المطش يا كريم الأهلي العارف يطلع من تحت ولا الأهلي عارف انه يعمل التحول وهي دي كانت الأزمة الكبيرة فيا كريم سريعا بس قبل ما ننهي الحتة دي مرس الكولر محتاج يلاقي طريقة بناء لعب فيها لازم يكون فيها مروانة عطية ده رقم واحد اللي اعتماد على الكورة الطويلة هو رهان ودايما رهان خسران بسبب الأطول بتاعة لعبة النادي الأهل على الأطول